مهرولا فريحا وكأن روح الشباب عادت له من جديد تدب الحيوية فيه فرحا بوصوله إلى يومه التاريخي وهو ليس كأي يوم إنما هو يوم تنصيبه كرئيس سادس وأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ينتزع جوزيف ريبينت بايدن المعروف بجو بايدن منصب الرئاسة الأمريكية بأربعة وسبعين مليون صوت كأكبر عدد أصوات في تاريخ أمريكا كما يقول السبعيني الذي رشح نفسه كرئيس أكثر من مرة فيما مضى ها هو اليوم يسحب البساطة من تحت منافسه الجمهوري دونالد ترامب تعود الذكرة اليوم لسياسيين مخضرمين حول العالم وفي العراق تحديدا يبعث رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة نجيفي برقية تهنئة إلى بايدن فور إعلانه رئيسا لأمريكا وهم الرجلان الذين تربطهم علاقات وثيقة تحمل درجة الامتياز بين السياسيين المخضرمين رسائل عديدة من الشارع العراقي الذي دخله بايدن مرات عديدة ملتقيا بأبرز سياسي العراق إبان حرب أمريكا عليها وعلى الرغم من أنه الرجل الذي اعترف بخطأ تأييده الحرب على العراق إلا أنه كان مسؤول ملف العراق وفي هذا إسقاط مباشر على رؤيته للشرق الأوسط التي تؤيد فكرة عدم استمرار التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لسانة نجيفي لصديقه بايدن حملت الأمل بدعم التوازن في العراق والتحرر من التدخلات الإقليمية وتأجيج عوامل الصراع والتناحر بين فئات الشعب العراقية على مدار أيام سابقة كانت غرف التحليل السياسي والتكهن بمستقبل العراق في ظل ديمقراطي بايدن تفسر ميل الرئيس الجديد لسياسة دعم حقوق الإنسان والتقدم نحو إنهاء التوتر في منطقة الشرق الأوسط وهذا ما يفسر اهتمام سياسيين كالنجيفي وغيره من الذين يريدون للعراق أن ينعم بنمط استقرار ينهي غياب الأتبار للشعب العراقي بعد ويلات متراكمة اشتركوا في القناة